في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة اضطرابات في النوم نوم قطع يسحى مخدود يسحى مخدود كده ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الدنيا حتزبط التاور انهيار البرج برج قائم في حياتك عايش معاك بقاله فترة ممكن يكون تفكير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الظلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور البرج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن حتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت واضح انه ما كيش اكتزين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد فيه حدية في التقلب الدنيا حتبتزي حتلاقي ان المود بقى ماشى على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده الظروف مش مساعدك او يحوت نفسك تعمل حاجات سواقف في حاجة موقفك الموقفك ده انا مش عايف تقول ده خوفك لان انت عديد مرحلة الحظر انت انت مرحلة خوف خايف تاخد خطوة ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع اللي يلقب حالة عطفية لما نقرأ الحالة عطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عطفية ده اللي عاملك القلق ده بس في خير جاي لك يحوث انت طبعا الحوث معروف بطبته وان هو طيب الحوث طيب ويعني عملت خير بحد اذن الله خير ده يرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبهود كبير بس مصدش ناتجة ما جالكش المرضود حيجي دلوقتي بإذن الله حيجي دلوقتي الناس اللي عندها او ورق او قضايا في قضايا مستنيين حكم فيها مستنيين بذ فيها اه افتكر دي حتكون برضو السبب من الاسباد الخير اللي جاي لك ولي بيأكد لي ده النتبة اللي عندها ورث متعلق الحتين من المجموعة اللي عندهم ورث متعلق افتكر ده ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه خلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما بتنتبقش عليهم فيحوت انت تقريبا قسقت الظن يعني قسقت الظن بحد او قسقت الحكم على حد اه ما تتتصراش باحكامك يحوت انت بتتلقائي جدا تلقائي وبتتعفيه قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات صح وغطة عنك لو انت ظلامت حد بليز رجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتقرب غلطك او على الاقل تحاول تصلحه في كرت العزل زي ما قلنا اما في ورق حكومي متعلق او انت سأت الحكم على حد او على شيء تهرمت انت حكيم يا حوت وصفت درجة الحكمة حكيم عارف بتقيد تفكر لوحدك وبتشتغل لوحدك ويعني اخر انتجام عقلك اللمبة منورة بص النور منور وفي افكار بتديلك وانت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة ما فيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة العلاقات هم قائمة في حالة ارتباط او خطوبة او شيء في اتمام زواج الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظروف صعبة شوية اتمنى اكونوا غلطانة بس من الواضح انه هم بيمروا بظروف صعبة شوية طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تفرح احنا تعطينا احنا بقى ايه بنا احنا عايشين في البابل بتاعاتنا يعني الحوت بيبقى عامل كده لنفسه بلونة وقاعد جواها وبيحلم موضوع day dreaming او الحلم اليقظة عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اصرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفسه وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار ديشيل مسئولية ويمكن كمان ديشيل اكتر مما ممكن يتحمل بس احنا قلنا الموضوع ده بتدا يتغير السنة دي والحوت استنصح وبقى بيشوف نفسه وللسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يحوت حالة التضحية والعطاء اللي بدا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لا ياريت البرج ده يا نهار ونبتدي يبقى الموضوع فيه عقلانية نبدي كل حاجة ما فيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون فيه مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جينة على نفسنا فهمتوا قصدي ما تجوش على نفسكوا بالطريقة دي حبوا نفسكوا شوية ما تسمووا دي مش أنانية ده حب ذات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ماكيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي ماكيش طفر محلة كفر إنما في أفكار شغالة هتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي خنيها على زواج بإذن اللي حيتم مبلوك مقدمة حالة القلق والخوف دي يا حود يعني سكف حاول تعديها بسرعة وتحط بدلها هدف إحلم بهدفك إن شاء الله هتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها يا حود وحالة موج البحر اللي انت فيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفاق شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلم حيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل أو الله أو الله يا سيد علي يا ليقى دي مش لوحدك بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها أي صغير فيبقى إيه نخلي بالنا أي أن كان اللي بيجي بنقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاي مازالك مستمرة لأ بصي يعني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص مش هيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتسر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لأ لسه حالة العطفية يا مين مش نشوف حالتهم العطفية أخبارها إيه ايه بتقولي ايه يا رانو ما تهمتش أنا برج ايه عايما أنا برج الحوت وإحنا بنقراقه هو كانوا صح جدا بشكرك يا هدير روان لا الناس اللي مش مرتبطين أصلا السناجل لسه سناجل ما شفتش علاقات جديدة يا رب أكون بلطانة ويبعث لكو طبعا كل خير بس أنا ما شفتش الناس اللي مرتبطين مخطوبين أو في علاقة في إتمام زواج إن شاء الله هم هو مضوعة تانية وبينا خلافات كثير ومش بناتكلم طب تعالين شوف الحالة العطفية وما ترقين يوضعهم الحالة المادية تزيد الزيون ايه هتكون ثم يعني الحالة المادية مش شفتش فيها طوال تطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العطفية أخبار الشريك إيه المتطلقين واللي متخصنين والحاجات دي ماكو سفر يا رفعل أنا أسفة يمكن أن أكون غلطانة يا رب أكون غلطانة بس مشفتش سفر أنا كمان حموت إحنا زيدين في العالم ونسخدها كثير في الناس كثير قوي أنا جايبة دون المرة اللي فيتك من الحمل ليه يا دينا هو اليوم اللي كنت أصلا فيه كنت أصلا الحمل ولا إيه أحبك أيضا كنت أسمك بالروسي بس أحبك أيضا حبيبتي يا ياسمينة لنت اللي أمرين يا روحي تسلاميلي عقرب هنقوله قريب قوي يا نورهان قريب جدا حبيبي طيب اللي مكروح بشكرك يا جيهان تفقلوك إن شاء الله في حال التوازن داخلين عليها والقلق والتوازن ده بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله وبخافنا كل حاجة جلدان جدا المالوشة لازمة خالص يا ملك الخوف ده حطي يعني التنماني وربنا إن شاء الله يعني يزرع الأم وانت ما قلينها في قلبك ما تخافيش من حاجة إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة جدا وزي ما قلنا فيه ناس اللي كان عندهم لو فيه فلوس جاية فهي جاية مش شخص تجير فيه فلوس جاية آه بس مش تطور في الحالة بما تباية فيه فلوس جاية إن شاء الله نشوف اللي مكتصح بشكرك يا مرنا قوي طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الأولى أappa جاية رسijk رسيط رسيط اشتركوا في القناة